السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله حديثنا اليوم عن استشارة اجتماعية بعنوان أهل زوجي وتدخلهم في حياتي هذه رسالة توصلنا بها من امرأة متزوجة عانت كثيرا من معاملة زوجها وأيضا تدخل أهله الدائم في حياتهم الزوجية ووقعت لها مشكل والآن ربما قد تصل إلى الطلاق تقول هذه السيدة في رسالتها أنا أم لثلاث أبناء تربيت وترارعت على أن الزواج مؤسسة مقدسة وأن الزوجة بمعية الزوج هما عمدة البيت ولم أكن أتوقع أبدا أنني حينما سأتزوج سأجد المشاكل والصراعات والحياة الصعبة تقول في رسالتها أن بداية حياة الزوجية كانت سعيدة وكانت مرحة كان زوجي يعاملني بلطف وبمحبة وحنان تقول في البداية سكنت مع زوجي في منزل والديه والديه عندهما منزل كبير مكون من ثلاث طوابق وأعطونا شقة في الطابق الثاني وعيشنا معا بعد مرور عام من الزواج بدأت تظهر بعض المشكلات بيني وبين أهل زوجي والسبب هو تدخلهم الدائم في حياتنا الشخصية خصوصا لما أعطيت المفتاح مفتاح بيتي للعائلة فصارت أم زوجي وأخواته وأهله يدخلون إلى بيتي متى شاء كنت إذا خرجت لقضاء بعض المصالح تدخل أم زوجي لتتفحص نظافة البيت ودائما تلاحظ عليه بأنه غير مرتب وبأن هناك بعض الأوساخ فتبدي قلقها واستياءها وأيضا كلما أحضرت أشياء جديدة إلى بيتي فإن الأم عندها المفتاح تدخل فتتعرف على كل خصوصيتي بسبب هذه التصرفات المستمرة شعرت بنوع من القلق والدجر فإدرات لإغلاق غرفة النوم خصوصا ووضعت فيها أغراضي الشخصية وغيرت لها المفتاح المشكل هو أن أم زوجي وأخواته لما صاروا يدخلون إلى البيت وجدوا غرفة النوم مغلقة وبدأوا يشتكون يقولون إن زوجتك أغلقت علينا باب البيت بالمفتاح وكأنها البيت بيت أبيها والبيت بيتنا ونحن أصحاب الشأن تقول هذه السيدة منذ ذلك اليوم بدأت تكتر المشاكل بيني وبين أهل زوجي أنا أريد أن أعيش مستقلة عن الآخرين أرغب في حرية أدخل متى شاءت وأخرج متى شاءت ولا أحد يطلع على خصوصيتي بسبب أنني اعترضت عليهم تعرضت للكثير من المضايقات صارت أم زوجي تهينني وتسب أهلي ثم تمدى الأمر إلى أخوات زوجي فصرت أتلقى الإهانات والشتائم والمعاملة السيئة زوجي لم يأتي في صفي وإنما صار في صف أمه وأخواته وبدأت حياتنا كلها معاناة وكلها انسداد شاء الله تعالى وقد حبلت فلما سمع زوجي أنني حامل غضبة ورفضت الحمل الذي أحمله وصار يعنفني ولا يهتم بي طلبت منه أن يعاملني كأنت كان يصرخ كثيرا التمست منه أن لا يصرخ في وجهي وأن يحترم كياني ولكن كل ملتماساتي باءت بالفشل كنت أكتم وضعية عن أهلي ولكن لما ازداد الطين بالله التجأت إلى أمي وإلى أختي الكبرى وطلبت منهما التدخل لكن لما تدخلت أمي وأختي الكبرى ساء الوضع أمي مريضة عندها سكر وضغط دم ولما شعرت بهذه المشاكل ازداد السكر عندها وضغط الدم لأن تشعر بالخوف وأختي طارت في وجهي زوجي وبدأت تتلفظ بكلمات شديدة وطلبت بالطلاق كما أن أبي دخل على الخط وشعر بأن كرامته أهينت لأنني كنت معززة مكرمة عند والدي دخل والدي في سراع مع زوجي وصار زوجي يكره أهلي ولا يتواصل مع أبي لأنه طلب منه أن يتصرف بوصفه رجلا غضب الزوج وقال أولست رجل ومن ذلك اليوم صارت الأمور متوترة المشكلة الآن أنني لا أحتمل رؤية أهل زوجي لا أحتمل رؤيتهم ولا أحتمل الحديث معهم زوجي يجبرني على قبول استضافة والدي في بيتي خصوصا في العطل وهذا الصيف طلب مني أن أستضيفهم كما هو المعتاد أنا لست ضد زيارتهما لكن ما خلفاه من أثر في حياتي كان سلبي للغاية ولا أستطيع وسط كواتي الاتمام أن أتقبل هذا الأمر ولا العناية بأولادي ولا بنفسي أفكر جديا في طلب الطلاق وتقول في ختام هذه الرسالة أرشدوني للقرار الصحيح أرجو المساعدة لقد تعبت جدا هذه صرخة وشكاية من امرأة تعاني حياة صعبة تلتمس من يرشدها ومن يقدم لها النصيحة فتعالوا بنا جميعا أيها الأحبة الكرام كل منا يدلي بدل به ويعطيها النصيحة التي تكون مناسبة لها حسب التجارب التي عشتبوها في الحياة مبدئيا أقول لهذه السيدة سيدة الفاضلة ذكرت في هذه الرسالة بأن الزوج والزوجة هما عماد البيت وعليهما يرتكز وينبغي تحمل كل التصدعات لأن البيت ينبغي أن يكون مبنيا على أساس قوي وأي ريح قد تأتي إلى البيت ينبغي أن يتصدى لها ولا يجعلها تهدم أركان هذا البيت قد يكون هذا الزوج يعاني من مشكلة أدت به إلى أن صار في صراع معك هذه الشتائم والإهانات والمعاملة السيئة والتدخل السلبي من الأهل كل هذا قد يضعف العلاقة بين الزوج والزوجة لكن يبدو بأن المشكل الأساسي بينكما هو قضية السكن المستقل لأن كل مرأة حينما تتزوج ترغب في سكن مستقل ولكن هناك بعض الأسر الكبيرة ترغب في أن تبقى متجمعة في بيتهم كبير هناك عائلات كبيرة عائلات معروفة لها أصول حسنة عندها تقاليد وعادات تريد أن يبقى الجمع خصوصا الذكور مع والديهم يبقى التجمع ولا ينفصل الذكر عن والديهم بل يتزوج ويلد الأولاد ويعيشوا جميعا في تابات ونبات لكن هناك بعض النسوة يرفضن هذا الأمر ويرغبن في السكن المستقل وفي الشريعة الإسلامية من حق المرأة أن يوفر لها الزوج سكنا مستقلا وليس له أن يمنعها من أن تستقل بسكنها بمفردها بمطبخها بغرفة نومها المستقلة إلا أن يكون قد سبق له واشترط عليها قبول بقاء والديه واشترط عليها المشاركة مع بيت العائلة إذا كان في أول أول لقاء اشترط عليها هذا الأمر وقبلت وردت بذلك فعليها أن تخضع للأمر الواقع أما إذا لم يكن اشترط عليها فلفاء أن تطالبه بسكن مستقل هذا الزوج عليه أن يعلم بأن الطاعة الواجبة للوالدين هي لا ينبغي أن تكون على حساب الإحسان والعيشة الطيبة مع الزوجة فهذا عدم إجبار المرأة على تحمل ما لا تطيق لأن ربنا عز وجل قال وعاشر هنا بالمعروف ومعنى المعاشرة بالمعروف يعني المعاشرة في القول والفعل وفي الصحبة الجميلة وكفي الأذى وأيضا حسن المعاملة وبدل الإحسان وغيرها من الأمور فالزوج له أن يعاشر الزوجة حسنة وليعلم أن بره بوالديه لا ينبغي أن يكون سبباً في الإدرار بزوجته فبإمكانه أن يزور والديه ويتردد عليهما ويتلطف معهما كل هذا مطلوب وهذا من باب بر الوالدين لكن ذلك لا يكون على حساب خصوصيات بيت الزوجية لأن النبي الكريم قال لا ضرر ولا ضرر وننصحك أيتها السيدة الفاضلة بأن تتجنب الدخول في المشاجرات مع زوجك لأن عندكم أولاد وعندكم أسرة وقد بنيتم هذا البنيان الذي لا ينبغي أن ينقض عليك أن تشارك زوجك فيما يحب وعليك أن توفر له الجو المناسب وتهدئ من روعه وتعامل أهله معامل حسن وبعد فترة من الوقت إذا وجدته قد صار هادئاً لم يعد غضوباً لم يعد لعاناً أنا ذاك أطلبي منه بأن الوقت المناسب للمناقشة مناقشة شؤوننا بأريحية بعقلانية بهدوء كونك أنك تطلب منه الطلاق الطلاق ليس حل الطلاق ليس نهاية المشاكل بل هو بداية لمشاكل أخرى خصوصاً وأن عندكم أولاد والمسؤولية كبيرة أنت عندك ثلاث أولاد وحامل وهذا المولود الجديد يحتاج إلى الرعاية ويحتاج إلى العناية الرجل هو مثل الطفل الصغير كل رجل كبير في قلبه طفل صغير حدتيه بلطف وبيلين أضغري له أنه ينبغي أن يكون باراً بأهله ومرضياً مع والديه لا يقطعهم أبداً ثم بعد ذلك لك أن تتمسك بطلبك أنك يوفر لك سكان خاص مستقل قريباً أو بعد فترة وأيضاً لك وعليك أنك لا ترفض زيارة أهله فالزيارة تكون متبادلة تكون بشكل بما جرى عليه العرف ليست زيارة متوترة ولا زيارة مطولة أشبه بالإقامة الدائمة وإنما زيارات متبادلة فيها مجملات والنصيحة الأخيرة التي أوجه لك سيدتي ولكل النساء حتى تكون حياتك سعيدة مستقرة أن تحرص على أن تربط علاقة طيبة مع أهل زوجك وأن لا تلاحظ عليهم الأخطاء لأن البعض قد يجعل من كل خطأ صغير كبير وهذا الأمر يدخل فيه إبليس والشيطان ومن ثم قد يثير العداوة والبغضاء بين العائلة والأحباب فهذه إجابة مختصرة لهذه السيدة التي ششك وتقول أهل زوجي تدخلون في حياتي لكم أيضاً أيها الأحبة الكرام أن تقدموا لنا حسب تجاربكم في الحياة ما هي أهم النصائح والإرشادات الذهبية التي تنفع أبناءنا وبناتنا في أول زواجهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الفرحة والسرور بين الجميع وأن يبعد كيد الشيطان من القلوب السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله